هذه الحلقة بشراكة مع المجلس العلمي المحلي بشيف شاون السلام عليكم معكم محمد علي من مدينة شف شاون السؤال الذي مطرح هو أن الإنسان الذي يخرج الصيم ويزبل في عباد الله ويخصى الله أضره وماذا يجلو الصيم أو لا يجلو شيء بعض الناس يصومون ولكن لهم لا يواعون آداب الصيم بمعنى يصوم فيتغير معه الطبع فتجده ينفاعل بسرعة ويقلق بسرعة ويكثر فيه مع الشتم والكلام السفيه وربما شيء يعني يؤذي الناس هذا يعني بعض الناس يقول له هذا صايم أنا صايم وكلنا صايمون المفوض في الصيام أن الإنسان يتحقل آداب الصيام يحاول أن يمسك لسانه عن الشاه يحاول أن لا يؤذي أحدا لبالي بكلمة ولا بسرعة هذا لأنه يعني ما يقولونش الصيام دياله باطل الصيام دياله صحيح ولكن هل فيه قبول أو ما فيه قبوله عن ثولى هذا أمو آخر إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزوري والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه يعني المفوض في الصيام بشي هو مخصوم أنه هو الإمساك عن الأكل والشرب الله تعالى غني عن إمساكنا بل الصيامي مدرسة يربي الإنسان فيها نفسه كما يمسك عن الأكل والشرب يمسك عن الكلمة القبيحة وعن الأخلاق السية على المسلم أن يكون في رمضان في حال غير حال الإفطار كما يمسك عن الأكل والشرب يمسك عن الشر وعن الأذى وعن الكلمة الخبيثة وعن الكلمة السيئة حتى لا ينطابق عليه هذا الحديث من لم يدع قول الزرور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشعبه